خلينا نروح لكريمة أحمد مرسلنا من أرض الملعب ولقاء مع الكابتن عمر الجندي تفضل يا كريم بجد تحليك من جديد يا كابتن عيسى مسعيد كل كابتن الكبار طبعا جمهور النادي الآلي في كل مكان مبروك فوز مهم جدا أمام فريق سبورتين واحد من الفرق المميزة جدا لكن هنتكلم في كل الأمور دي الفنيات والنتيجة مع كابتنة طبعا الكبير واحد من نجوم النادي الآلي كابتن عمر الجدي ببرك لك كابتن عمر تحدي كبير ويمكن الفترة الفاتح كان في صعوبات بتقابل فريق النادي الآلي لكن الحقيقة من الجولة التامنية ماشين بخطة سابتك بشكل كبير جدا ووضح الشغل الكبير من الجهاز الفني ووضح التركيز منكم بشكل عامة كابتن عمر أول حاجة الله يبارك فيك والحمد لله ماشين كويس الدور الثاني ستة ستة كان عندنا صعوبات في الدور الأولاني يعني غيابات وحتى كانوا بلعاب كله كان رجع من الصابة فمش في الفورمة بتاعته ابتدنا واحدة واحدة هون نرجع ومصابين هيرجعوا النهاردة أكبر ما كسبنا عودة الجمال ومحمد مصطفى ظهر بشكل كويس بعد الصابة كده مش بقلنا غير رحمة سلعوي وهو من شاء الله رجع فورمته كويسة ابتدى ان شاء الله الفترة الجاية ياخد تدريجي ونبقى ان شاء الله كامدين ومستعدين للمحرات البليوفس وهي المرحلة المهمة ان شاء الله نشوف روح كبيرة جدا من كابتن عمر الجيد تحديدا في الملعب ويمكن الروح دي بتنتعكس على اللعيبة وبتنتعكس على الجمهور واضح قيمة النادي الأهلي وعارف قيمة شرط النادي الأهلي الروح دي في الملعب بتمثلك ايه وتمثل اللعيب ايه بشكل عام طبعا هو اهم حاجة يعني الحماس والروح الانفرقة كلها تبع لقلب الرجل واحد مش انا بس في ناس كتير حماسية جدا ايهاب والكابتن الفريق الجمال وموت الجرحي الاشيات دي بتساعد احنا بنعب من غير الجمهور فلازم محتاجين يكون في حماس كبير من الفرقة ومن البنش عشان يكون هما دول اللي بيأزروك لو لعيب غلط او كده ليكون الناس كلها في ظهره تحاول تفوقه عشان نقدر نزهر كلنا بشكل كويس انا اعرف ان خلاص من نادي الالي متعود المباراة بتنتهي بيركز على طول في القادم عندنا مباراة مهمة جدا امام الاتحاد السكنداري في صالة الاتحاد شايف المباراة ازاي فنيا كابتن اشرف وانتوا هتساعدوا للمباراة ازاي طبعا انتحاد فريق كبير وهو دلوقتي متصدر او ماتش كبير واحنا بخلاص يعني في طريقنا في السيمي فاينل فاحنا نازم محدة هنحضر الماتش كل مواكبتن اشرف بيحضر كل ماتش في التمرين اللي قابليه بيبقى ليه استراتيجيات في الهجوم وفي الدفاع على حسب المنافس هنتمرن اكيد اليومين الجايين ونشوف الاستراتيجية المناسبة للمواكهة دي وهي تقريبا ان خلاص بتفرق في المراكز بس هي مهمة نفسيا للفترة الجاية عشان بقيت الدور يعني ان شاء الله شكرا لكم بنشكر قناة النادي الاهلي عاطل معاني شكرا حبيب بنشكر اكيد كابتن الكبير كابتن عمر انجندي ومعايا بقى واحد من النجوم اللي بنقوله الحمد لله على السلامة طبعا احمد سلعاوي طبعا اللي بنتمندله ان شاء الله بإذن الله يرجع من جديد بكل قوة واحد من العناصر الاسسية في النادي الاهلي والركاز الاسسية والحقيقة الفترة اللي فاتت قطع شهد كبير جدا يا كابتن عيسم في التأهيل وفي العلاجة الطبيعي بهنيك على إصرارك وروحك الكبيرة الفترة اللي فاتت يعني كانت صعبة شوية على أحمد الفترة اللي فاتت بنسبة لإصاباتهвидك لكن شايف الجيم النهاردة ازاي وشايف المباراة ازاي وشايف عودتك من الإصابة ازاي قبل أي حاجة الحمد لله رب العالمين عزة سأسلم على كابتن عيسم يعني كابتن عيسم أنا كان لها الشرف فلا أنا لعبت مع كابتن عيسم السعيد أسلم على ديوفو وكابتن طاءر راجبو كاب السرعوي الحمد لله رب العالمين اطعت شهد طويل جدا في فترة الاسابة بعد كده يعني أنا كنت متواجد من بعد ماتش السوبر بعد كده كنت موجود في اللذكور بعد كده حصل يعني بعد فترة توقف وござلي فيروس كورونا وعند يكن الحمدله رجعت في تاني الحمدلله دلوقتي كويس الحمدلله يعني متطلع ان شاء الله لأن فترة جاية أكونwealthاهم المساعد يعني للفرقة ان شاء الله وارجع يعني على مستوية واحدة واحدة ان شاء الله الجيمل نهاردة بتشوفه ازاي يعني على ما اعتقد ان الجيمل نهاردة mentioning ماهتم فيه متعة بالنسبة لبسكت كابتان أحمد يعني شايفك جي من هاردة ازاي وانت خارج الخطوط انت عارف خارج الخطوط برضو في ديوريتك اكبر مع الجهاز الفني طبعا من غير جمهور احنا بنلعب يعني من غير جمهور مفيش اي حد مفيش غير مفيش عضاء حتى مفيش غير ماجلس الادارة بس ونشط الرياضي فطبعا الرياضة من غير جمهور ملاش طعم يعني النفس انه طبعا ان الجمهور يرجع بس طبعا على حسب زوابة الاتحاد ان شاء الله واحدة واحدة الدنيا ترجع احنا مركزين لماطش الاتحاد السكندري بعيدا عن اي حسابات بعيدا عن الترتيب مركزين للماطش ده جدا عندنا بعد ماطش الاتحاد عندنا ماطش مهم جدا يوم السبت في دور التمانية في الكاس مع صحاب الجهات في اسكندرية مركزين ليه كويس جدا لغاية بقى 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 فترة تاقف عادة رمضان ان شاء الله هايزا رجع معك للإصابة تانية وعودتك ليه نهار ده لا ندلول فيه تحفظ شوية يعني داخل شوية بالنسبة للجيم فيه تحفظ شوية على المشاركة ولا حمد خلص ابتدى يخلش في الجماعة بكل قوة لا الحمد لله انا باتمرن مع الفرقة من بعد ما شفيت الحمد لله مبارس كلهم بقى لي 3-4 ايام مجاهز وموجود في السكور مع الفرقة بشكر طبعا يعني مجلس الإدارة بتاع النادي الأهلي كله مجلس إدارة النادي الأهلي بنقوا من كابتن الخطيب ومع للوزير العامري فارو كل جميع ده مجلس الإدارة على دعمهم والنهار ده كانوا حرسين يعني بعد الجيم انهم جم يتكلموا معايا واحنا منتظرينك واحنا مستنيينك واحنا عايزينك ان شاء الله الفترة اللي جاية وبتطمنوا على طول على مدار الفترة اللي فاتت كلها مش بس يعني اما تعيبت ساعة فيروس الكورونا وما الناس اتكلمتني لا لا على مدار يعني السنة والثلاث شهور او او اربع شهور دي كلها الناس على طول معايا كلما بيروح للدكتور حمد عزيز على طول بشكر كابتن رووف عبدالقادر على تعبوا معايا الفترة اللي فاتت وعلى طول كان في ظاهري بشكر كل زمال اللعيبة طبعا ونجاز الفني حبيب يا كيما من اكد اكيد طبعا والحمد الله على السلام اللي واحد من نجوم النادي الالي كابتن احمد سلعوي يا رب ان شاء الله يطمننا على كل لعبة النادي الالي ما بقاش في اصاباتها يا كابتن اسلام ما بقاش في اي حاجة تعاوك بصيرة النادي الالي خلال الفترة اللي جاية واخد من كلام حمد الحقيقي يعني بنتمنى يكون في حتى لو عدد وليل من الجمهور متواجد في المدرجات لعبة الباسكت او اي لعبة في الصلاة المغطاة حديدا في مقار النادي الالي الجزيرة الجمهور بيفرق بشكل كبير جدا لكن احنا بنحترم اكيد كل القرارات الخاصة بها الدولة وايضا كمال الاتحاد المصري كرة السلة لكن بنأمل ان شاء الله المرحلة القادمة نشوف عدد بسيط من الجمهير في كل مباراة بطولة كرة السلة ببارك من جديدة كابتن عيسم لكل نجوم النادي الالي وعندنا بقى تحدي جديد ان شاء الله بعد كم يوم بساط جدا هو هي مباراة الاتحاد السكندري ان شاء الله كابتن اشرف توفيق يعدي لعيبة بشكل كبير ولعبتنا كمان كالعادة ان شاء الله كونا على قدر المسؤولية ونقدر ان احنا نحط بقى ترتيب كويس جدا للنادي الالي ان شاء الله في هذا الموسم معاود لك من جديد وكابتن عيسم السعيد